أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الفترة التحضيرية الخاصة بافتتاح سوق الأسهم السعودي في جلسة هذا اليوم ثلاثة جلسات هذا الأسبوع بالأمس كانت هناك جلسة متذبذبة ما بين مستوى 7800 نقطة ومستوى 7700 نقطة بدأنا الجلسة بارتفاعات وصلنا معها مستوى 7800 نقطة لكن بعد ذلك عدنا لتقليص هذه المكاسب لنصل إلى مستوى 7700 نقطة كانت أدنى مستوى في جلسة الأمس لكن بعد ذلك عاد المؤشر يقلص من هذه الخسار ويغلق عنده 7757 نقطة وبالتالي إغلاق على تراجع في جلسة الأمس بعد 11 جلسة من الارتفاعات شهيدة السوق خلال الفترة الماضية إجمالا السوق منذ تقريبا القاع بالنسبة لمارس عندها تقريبا 5959 نقطة وبالتالي نلاحظ عودة لتعويض هذه المستويات بالنسبة للسوق تقريبا أكثر من 30 في المئة حاليا وبالتالي نقترب من أعلى المستوى التي سجلناها منذ بداية هذا العام تحديدا في منتصف يناير وهي 8500 نقطة الآن مؤشر أنها تقريبا 7757 نقطة في جلسة الأمس لكن ما زالت العامة الإيجابية بالنسبة للسوق مستمر إذا ما أخذنا في الاعتبار الترقب بالنسبة لنتائج الشركات خلالها الربع الثاني والتي تنتهي إعلاناتها خلال الثلاثاء المقبل كآخر يوم من الإعلانات وأيضا نلاحظ هذا ارتفاعات بالنسبة لأسعار النفط مع الترقب لاجتماع اللجنة الوزارية في يوم الغد إذن السوق الآن يفتتح على ارتفاعات مع ميل بالنسبة للإستقرار تقريبا 7763 نقطة في بداية هذه الجلسة وبالتالي سنترقب كيف ستكون الحركة بالنسبة للمؤشر وهل سيمكن اختراق مستوى 7800 نقطة التي وصلنا بالنسبة لها في جلسة الأمس كأعلى مستوى ثم عدنا لتقليص هذه المكاسب